وش هو علم البيانات؟ وليش يسمونه النفط الجديد؟ أهمية أنك تستخدمها بأمور كثيرة منها تراقب مرضى وتجمع بيانات عن سلوكهم وأكلهم وتعرف الروابط المشتركة وتحلل أسباب مرضهم وطرق الشفاء والتنبؤ بحالات مستقبلية حتى لو شارع بتحسب أوقات الازدحام والحوادث ومتى يكون انسيابي من خلال البيانات اللي تسجلها عن طريق أجهزة رست بتعرف حلول كثيرة طبعا يستخدمون عليه تحليل البيانات حتى يطلعون بحلول من المشاكل ومراقبة الأداء مثلا مركز خدمة عملاء يشتغلون ويردون على مشاكل العملاء والدنيا ماشية بس لو رصدت كل الاتصالات بيعرفون أن أغلب الشكاوى تيجي بسبب شيء بعد تحليل المشاكل يحلون هالشيء وباختصار علم البيانات هو جمع بيانات تفصيلية وتحليلها واستخراج منها سؤال وإجابته والنسبة المئوية والمشاكل والحلول وتساعد على التنبؤ بالمستقبل والتخطيط له عشان كده حطوله سياسات بالإنترنت للمواقع اللي تجمع بيانات المستخدمين لأن البيانات مهمة جدا